السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اخوين الكرام اليوم بس حبيت نعمل فيديو سريع وشرح سريع عن موضوع الاقطاب كمان برضو يعني موضوع اقطاب حققية واقطاب تأثرية ومعرفة عدد اقطاب اي محرك طبعا للتأكيد يعني انا رح اصور كل ما يجيني محرك بعدد اقطابه كبير رح اصور عنه كيف نكتشف احنا عدد اقطابه طبعا كله رح يكون بنفس الطريقة لكن احنا عشان نحفظها الطريقة فبدنا نصوره اكثر المرة اساسا ان نحفظه طيب الان عندي هذا المحرك زي ما انتم شايفين عدد ملفاته كثيرة انا مش عارب قديش عدد اقطابه ومحرك مروحة كبيرة طيب كيف بدي اعرف انا عدد اقطابه حكينا بالبداية احنا منعد المجموعات الموجودة في المحرك طبعا هذا ملفوف مجموعة عبارة عن ملف واحد كل مجموعة عبارة عن ملف واحد بخطوة واحد ستة واحد اثنين ثلاث اربعة خمسة ستة طبعا ستة ثلاثين مجرى طبعا احنا ممكن نكون معروف انه انه هذا الست ثلاثين مجرى خطوة واحد ستة ملف واحد انه رح يكون ست اقطاب ست مجموعات في الفاز يعني ثمنتاشر مجموعة في المحرك بالكامل لكن احنا عشان نتأكد افرض انا ما بعرف بدي اتأكد فاحنا حكينا اول شيء منعد مجموعات المحرك بالكامل ونقسمها على ثلاثة اللي هي ثلاثة فاز فمنتج معنا كم مجموعة في كل فاز طيب خلونا نعدين هاي واحدة ثنتين ثلاث اربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشر أحداش اتناش ثلاثة اربعة خمستاش ستتاش سبعتاش ثمنتاش ثمنتاشر مجموعة اذا ثمنتاشر مجموعة بنقسمهم على ثلاثة فاز ثمنتاش تقسين ثلاثة يساوي ستة اذا ست مجموعات في كل فاز طيب احنا عندي في الفاز ست مجموعات الان بدي اعرف انه ها المحرك هذا ست مجموعات يعني حققية اذا كان حققية بكون ست اقطاب المحرك اذا كانت متباعدة بكون اتناشر قطب لانه المتباعد زي ما حتينا دايما اذا كانت ضعف عدد اقطاب وضعف عدد المجموعات فبنعرف هذا ست اقطاب او اثناشر قطب زي ما حكينا كيف بنعرف منعد طريقة الواحد اثنين ثلاث منعد من اي مجموعة بنياها مثلا خلونا نبدأ من هاي الاخيرة مثلا ومنعد منها واحد اثنين ثلاث واحد هي مجموعاتات هاي اثنين وبنعد منها نفسها واحد اثنين ثلاث واحد هاي Jest� المجموعة الثالثة واحد اثنين واحد من الفاز الأول واحد من نفسها واحد اثنين ثلاث واحد هذه المجموعة الخامسة من الفاز الأول ومنها نفسها واحد اثنين ثلاث واحد هذه المجموعة الخامسة من الفاز الخامسة نعم من الفاز الأول طبعا لو بدنا نرجع نعد رح نرجع لنفس المجموعة الآن اللي بدأنا منها فإذا أنا هون هيك عندي ست مجموعات في الفاز ست مجموعات في الفاز طيب إحنا لو بنا نرى من المتجاورة أو متباعدة نحن نتطلع عن المجموعة منعدهم واحد اثنين ثلاث وعد هاي المجموعة الثانية منشوف هالمجموعة الثانية من وين لوين واصله إحنا حكنا خطوطها واحد ستة واحد اثنين ثلاث أربعة خمسة ستة نتلاقي إنه طرفها جاي جنب طرف المجموعة الأولى إذن هاي متجاورة إذن هذول ست أقطاب حقيقية وإحنا عشان نتأكد بزيادة هاي المجموعة الأخيرة هاي اللي جنبها اللي هي المجموعة الخامسة عدناها رقم خمسة هايها متجاورة معها مباشرة في المجرى مباشرة في المجرى إذن هذا المحرك محرك ست أقطاب أقطاب حقيقية إذن بعطيني ست أقطاب إذن سرعته ألف دورة وهاي هي حبي أتأكد على المعلومة ولا تنسوا زي ما بصيكم دايما صلواتكم الخمسة والإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى والإكثار من الاستغفار والإكثار من الصلاة على حبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم ودمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته